واضح طبعاً أنه يعني طبعاً ما فيش التوتر غايب جداً عن لعبتنا وبالحقيقة طبعاً شبيرو وحسين الشحات يمكن بعد لحظات من خروجهم من المحاضرة الفنية والأجواء دي بتبقى لطيفة بتقلل شوية من حد التوتر قبل المواجهة خلاص احنا متكلم على ساعتين وشوية تقريباً على لقاء الأهلي والمريخ وبمناسبة الكلام على أفشا الحقيقة أنا كنت بقول دايماً أنه كل اللي عايب بيلعب في نادي الأهلي أنا متأكد تماماً أنه اختياره لأنه يكون واحد من السكوات بتاعت الأهلي بالتأكيد لأنه عنده الإمكانيات اللي تسمح له بأنه يشيل مسؤولية تي شيرت نادي الأهلي لكن عد علينا نجوم كتير جداً جوم وما سابوش بصمة لكنك انت تعمل تاريخ جوا النادي هي دي العلامة الفريق والحقيقة أفشا كان واحد من الناس دول مش بالكلام بس لكن بالأرقام وبالذكريات ذكريات لا تنسى وما نساش الحقيقة دوره وخلال فترة البسيطة جداً اللي قاعد فيها أفشا في النادي الأهلي داخل جدرانه قدر الحقيقة أنه يحقق كم كبير جداً من البطولات مع الفريق ومش بس يحقق ويكون عنصر حاسم في أوقات كتيرة جداً ما نساش أبداً يعني طبعاً لو كلمت على أفشا ومشواره مع الأهلي وبطولاته أعتقد أنه ناخد وقت كتير جداً بس عشان وقتنا فيه حاجات كتير جداً فيه أهداف لا تنسى لمحمد مجدي أفش أهمها واللي أعتقد أنه هدف عايش في الزكريات وفي تاريخ النادي لسنين طويلة جداً جاية هو هدف القضية ممكن طبعاً الهدف الثاني في مواجهة الأهلي والزمالك في نهاية دور الأبطال واحد يمكن إن لم يكن أهم هدف أحرازه النادي الأهلي في بطولات إفريقيا والهدف الوحيد اللي نفسه في ده هو هدف تريكيا طبعاً في الصفاقسي في تونس في بطولة 2006 لكن قيمة هدف أفشا مش بس أنه جاب لنا التسعة اللي كانت غايبة علينا بقالها فترة بطولة دور الأبطال لكنها كمان أنها المباراة اللي كانت في مواجهة الغريم التقليدي الزمالك والأهلي مع الزمالك أنتوا عارفين قصة مختلفة جداً وكرر ده يمكن كمان بهدف تاني مهم في نهاية العشرة أمام كايزة شيفز لكن طبعاً هدفه أمام الودات في المغرب وهدفه في الزمالك هم اللي مهدوا الطريق لبطولة دور الأبطال فمرة تانية بنقوله كل سنة وانت طيب خلينا نروح لزامنا فاروق صلاح من داخل مقر إقامة الفريق قبل ما يتحرك يمكن كمان شوية الفرقة تتحرك تروح لملعب المباراة نعرف منه آخر الأخبار وآخر الاستعدادات وشكل الفرقة النهاردة وحالة التركيز لمطلوبة لمدة 90 دقيقة في مباراة زي ما قدت لحضراتكم ما تحتملش على الإطلاق الإسم على الاثنين لا تعادل ينفع وبالتأكيد خسارة ما تنفعش الأهم يكون مكسب والأهم يكون عرض محترم وقوي مع مواجهة أو في مواجهة من البدايات عشان أنا وصلت دائماً في النادي الأهلي كنت متوقع حتكون الأسهل في المجموعة الأهلي والمريخ كنت متوقع أنه الأهلي سانداونس تبقى مواجهة صعبة الأهلي والهلال نوعاً ما تبقى مواجهة صعبة كنت متوقع أن الأهلي ومريخ تبقى أسهل مواجهة الأهلي في دور المجموعات ولكن يعني الكرة دايماً ما لهاش حسابات والكرة دايماً ما فيهاش توقعات وصعب جداً لأنه ثقتك بنفسك تتخطى الحدود عشان تتحط في موقف زي اللي احنا فيه النهاردة بنحسب الحسابات والثلاث نقط حياء أو موت بالنسبة لنا نرحب بفاروق ونقول له مسأخير فاروق كل التحية لك زميل العزيز أحمد سميرو كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي متابعة شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان يعني أنا عجبني كلامك المهم جداً اللي قلته على اللعيب اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي ودايماً في تاريخ النادي الأهلي لعيبة اتحفر اسمهم في كل مكان وفي بعض اللعبين مكانهم كان طي النسيان طبعاً أفشة واحد من اللعيبة المهمة والمؤثرة واستعرضك لهدفه طبعاً واحد من الاهدف تاريخية للنادي الأهلي أيضا النقطة المهمة والأهم اللي قلتها المباراة المريخ كلنا كنا نعتقد أنها مباراة سهلة لكن الظروف فرضت عليها أنها تكون مباراة في غاية الصعوبة ومباراة فارقة في مشوار الناد الأهلي في بطولة أفريقيا ننتجة الأهلي قدام سانداونز وقدام الهلال فرضت على المباراة دي سيناريو ما كناش متوقعينه وأعتقد الله يزود يا فاروق من صعوبة المباراة الدوافع اللي كانت موجودة أو اللي بقت موجودة عند فرقة المريخ النهاردة فرقة المريخ موجودة في الصورة عندها فرصة على المنافسة على تذكرتين التأهل وبالتالي دوافعهم النهاردة ممكن تمثل صعوبة قدام فرقة النادي الأهلي